مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع الحمد لله الفتر الاخير نعم بنحاول نحارب الاشعاعات بقدر ما نستطيع وصلني فيديو قبل يومين من صديق عن فتاة صينية حطي لكم الان المقطع بحكي طبعا فتاة صينية من الايغور المسلمين تم قتل والدها واخاها من قبل الحكومة فسجلت في برنامج مواهب وغنت قصتها ماما الجميع فأبكتهم كلهم وبتيجي القصة والاغنية حطي لكم شوي منها عشان تفهموا خاصة تلبي فهم الصين طبعا تتبعت هذا الفيديو الفيديو الأصلي حاصل على خمس آلاف مشاركة فقط وبعدين لما شفت الفيديوهات اللي مشاركة في حوالي 18 مليون فيو عليهم 18 مليون فيو يا جماعة 18 مليون واحد حاضر هذا الاستهزاء في عقول المسلمين ما بعرف مين اللي عامله لكن اللي عامله أنا بقول له أنت يا جاحد يا مستحتر بدين الله الدعوة للدين والدعوة لقضية ما بتكون بالتلفيق ما بتكون بالكذب لأنها رح تظهر عاجلا أم آجلا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لهدول إن جاءكم فاسق فهدول اللي بيطلعوا فيديوهات زي هيك فسقا يعني ربنا بيحكي وإن جاءكم فاسق بنبأ يعني النبأ كذب بعدين الإسلام لا ينتشر بالكذب الإسلام لا ينتشر بالأشاعات والخزعبلات الفيديو بيحكي قصة والقصة الحقيقية أو الأغنية اللي لها قصة تانية طبعا أنا عملت عشان اللغة الصينية القصة بتحكي عن قصة صارت في أكتوبر بالضبط 3 أكتوبر 1999 في مدينة قويجو في الصين في كيبل كار أو السيارات المعلقة أو التلفريك بيسموها وقعت فقتل 14 شخص خلال هذه الحادثة وكان فيه أب وأم ومعهم طفل في هذه الحادثة الأب والأم رفعوا الولد حاولوا يرفعون وهم لما صدمت العربة هاي في الأرض توفى الأب والأم وضل هذا الولد فتبنى كاتب أغاني صيني اسمه خوخن خوخن عمل هذه الأغنية تذكيرا للولد بأهله والقصة وبيحكي أنه بعد الظلام سيأتي الضوء وبعد العسر سيأتي شيء جميل وبيحكي عن الخريف النوع الشار الخريف بتسقط لكن حيجي الربيع القصة يعني كلها أصلا يعني الأغنية قديمة ومشهورة فأرجوكو يا جماعة لا تحاولوا تنشروا إشاعات كاذبة أنا عارف هذا الفيديو يمكن يوخد 500-600 لأنه معظم من الأسف الإشاعات الكاذبة والكذب بوصل بسرعة بس تغليطها بكون أصعب فلا تخلوا حدا يستهزئ فينا لا تخلوا حدا يستهزئ بقضايانا قضايانا لازم تكون عادلة وطرق أنه نعمل بالطريقة الصح هي الطريقة الصح أما الكذب والخداع والضحك عن الناس أخريته ينتشر وينعرف يعني لو واحد بحكي لغة صينية ويطلع على هذا الفيديو رح يضحك علينا رح يقول لك شوف يا حرام بدون ينشروا الدين عن طريق كذب وتفليق فخلينا نكون واقعيين خلينا نكون ناس أكبر من هذا المستوى خلينا كنا نوقف مع بعض ضد هدول الفسقة ضد هدول الكاذبين اللي بيحاولوا لفقوا للإسلام ويضحكوا على عقول الناس لأنه ما بنعرف اللي ما بيعرف لغة يعني ما بيده شيء فنحكي بس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد